أصبحت مجموعة بريكس تلعب دوراً منافساً للمؤسسات الاقتصادية الدولية خلال العقد الأخير وشكلت قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمي والتجارة والاستثمار ولذلك تحظى بمكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتصل مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5% كما يصل حجم التجارة الخارجية للمجموعة إلى 15% من حجم التجارة الخارجية العالمية المزيد في العرض التالي مع الزميل مصطفى ميزار أهلاً بحضرتكم خلال العقد الأخير أصبحت مجموعة بريكس تلعب دوراً منافساً للمؤسسات الاقتصادية الدولية وشكلت قوة اقتصادية متنامية ومحركة للنمو العالمي والاتجارة والاستثمار ولذلك تحظى بمكانة مهمة في الاقتصاد العالمي مجموعة بريكس هي منظمة سياسية بدأت المفاوضات تشكيلها في عام 2006 وعقدت أول مؤتمر قمة لها في عام 2009 كان أعضاؤها الدول ذات الاقتصادات الصعيدة وهي البرازيل وروسيا والهند والصين تحت اسم بريك أولاً ثم انضمت جنوب إفريقيا إلى المنظمة عام 2010 ليصبح اسمها بريكس ويعد الهدف الواضح لتأسيس المجموعة هو الحاجة إلى وجود صوت للاقتصادات الناشئة في المجتمع الدولي تصل مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5% كما يصل حجم التجارة الخارجية للمجموعة إلى 15% من حجم التجارة الخارجية العالمية وتجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم أجمع في عام 2014 دخلت اتفاقية بنك التنمية الجديد حيز التنفيذ في قمة بريكس السادسة وهو بنك متعدد الأطراف أنشأته المجموعة وذلك بهدف تعبئة الموارد لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والبلدان النامية كما اقترحت توسيع البريكس لتصبح بريكس بلس لتضم مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا بداية من عام 2024 تعمل المجموعة على تحقيق أربعة أهداف أولها خلق توازن دولي في العملية الاقتصادية وثانيها إنهاء سياسة القدب الأحادي وهيمنة الولايات المتحدة على السياسات المالية العالمية وثالثة إيجاد بديل فعال وحقيقي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي آخرها تحقيق التكامل الاقتصادي وسياسي وجي سياسي بين الدول الخمسة كما تسعى دول بريكس لإطلاق نظام الدفع لمجموعة بريكس ليكون بديلا لنظام سويفت الأمريكي ووضع أنظمة الدفع والانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية واعتماد نظام دفع متعدد الأطراف ومتعدد الجنسيات وهو ما من شأنه توفير قدر أكبر من الاستقلالية وخلق ضمانة أكيدة لبريكس وتشكل دول بريكس ما قيمته 41% من سكان العالم كما يدعمها نقاط قوة اقتصادية منها أن البرازيل من أكثر الدول المزودة للمواد الخام وروسيا تعد مصدر عالمي للطاقة والغاز والهند مصدر مهم لتكنولوجيا المعلومات أما الصين فلها موقع انتاجي متقدم ومتطور وجنوب إفريقيا وهي منطقة تعدين مهمة عالميا تحظى بموقع استراتيجي بإشرافها على المحيطين الهندي والأطلنطي تتمتع مجموعة البريكس بمزايا كثيرة تؤهلها للقيام بدور فاعل في مستقبل تحولات الاقتصاد العالمي ولتقليل الهيمنة الأمريكية والغربية عليه والتي استمرت لعقود طويلة منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق